القصة القادمة واللي هي حديث القاهرة احنا قدام قصة غريبة جدا وبصراحة يعني مؤلمة ومؤذية للمشاعر لو قرناها في رواية والقصة حنقول اصبح فيه سادية الى هذه الدرجة وسادية بمقابل كمان كأنه مشهد من مشاهد افلام الرعب واحدة اسمها شيماء هريدي اطلق عليها سفاحة الحيوانات زي ما اتعرفت مؤخرا من خلال البصطات اللي بتتنشر تباعا قررت انها تعمل صفحة على يعني تطبيق تيليجرام تقوم من خلاله بنشر فيديوهات وتبث بث حي مباشر لها وهي بتقوم بتعذيب الحيوانات او حتى قتلها الحيوانات دي بدأ من القطط والارانب والكلاب وغيرها الحقيقة ان الموضوع بدأ بقصة عالمية صاد عالمي وصل الموضوع لمصر وكشف عنه من خلال المؤسسة الفرنسية وهي جمعية حماية حقوق الحيوانات الفرنسية اسمها بيتا توصلت مع المقابل اللي هي هنا في مصر يا جمعية حماية حقوق الحيوان في مصر وتوصلت بها مع المسؤولين فيها وقالت لهم أرجوكم وصلوا الفيديوهات دي للسيد وزير الداخلية عشان يتخذ موقف ضد السيدة اللي بتعمل فيديوهات لتعذيب وقتل الحيوانات بالشكل البشع ده وبتطلب مقابل مادي لعشاء السادية ضد الحيوانات من كل مكان ادفعوا لي ده حتلقوني بعذب الحيوان زي ما انتوا شايفين طبعا انت حتقول دي أكيد واحدة مريضة ومختلة نفسيا تسمحيلي بس أكمل معاك الجزء طبعا يا خير علشان السادة المشاهدين بس يشوفوا حجم البشع دي كانت بتجيب الحيوان ولايف تفقه له عينه تقطع رجله تتباحه تدخل للاول تخنقه تنزله في المياه انتم متخيلين حجم البشع حتى انها عرضت على واحد انها تتبع عجل وهي عليانة بربعمائة وسبعين دولار كانت بتجمع فلوس بمصري بالعملات ويبعتولها على حسابها مقابل انها تبعت ايه الفيديو بحسابه الخاص لشكل شخصي شفنا مشاهد انت طبعا لايمكن توافق ان احنا نعرض الفيديوهات لا طبعا ولا اي حد من فريق البرنامج حفاظا على مشاعر الناس ولانها فعلا شيء غير ادمي يعني يعتقد فيه حالة من حالات الاهتزاز النفسي الغير طبعية موجودة عند الناس اللي بتعمل حاجة شبه دي وعند صاحبة الفيديوهات دي اللي هي خاضعة حاليا يعني تم بعد التقدم ببلاغ للنيابة عن طريق مكتب من مكاتب المحاماة اللي تواصل معاهم جمعية حماية حقوق الحيوان راحوا لمكتب محاماة وهي مكتب المحامية الكبيرة الأستاذة أميرة بهاء الدين وطلبوا منها ان هم بهاء الدين وطلبوا ان هم يتقدموا ببلاغ لنيابة العامة وبالفعل تم القبض عليها وهي محبوسة اتحبست كذا مرة وراء بعض على زمة التحقيق وآخرهم 15 مرة حيتم التجديد لها خلال أيام 15 يوم التجديد حيتم خلال أيام أنا عارف ان بشعة الموضوع ما أثر عليه كانت كريمة واحنا بنتناقش تقول مش قادر أتكلم في الموضوع لان هو الموضوع فعلا احنا شفنا بعض الفيديوهات شفنا الصورة أثرنا جدا لكن كان صعب علينا ان نعرض ده على حضراتكم ولا ان ده يتعرض ولا حد يروج لده لان الرفق بالحيوان ده حاجة من شيامنا واللي يعمل غير كده يبقى شيء بشع يبقى شيء غير إنساني أنا بحيي الشرطة المصرية وبحيي كمان الأستاذة العظيمة أمينة أمينة أبازة اللي هي واحدة ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات واللي بدورها اتحركت بسرعة شديدة جدا وراحت علشان تبلغ والشرطة استجابت بشكل سريع جدا وبشكل إنساني وراقي ونجحت منها تقبض على السيد خلونا ناوة